من فاريس تنضم إلينا الكاتبة الصحفية شيرين ناصر مرحبا بك أستاذة شيرين هناك مؤتمر سيعقد في فاريس يوم الخميس مؤتمر إنسان يدعى إليه الرئيس إمينو الماكرو ما الذي يمكن أن يقدم للمدنيين في قطاع غزة مع هذا العدد الكبير والكبير جدا من الضحايا وكذلك الإصابات مساء الخير نأمل من هذا المؤتمر الإنساني الذي سيعقد على همش منتدى السلام في فاريس يوم الخميس أن يقدم المزيد والمزيد لقطاع غزة والمدنيين في قطاع غزة ولكي يعود طبعا عن هذا إنصح التعبير التقصير الذي بدر من الجانب الفرنسي بداية وأيضا من الجانب الأوروبي بشكل عام الذي بحسب المصادر حكية بأن الدول الأوروبية ستشارك في هذا المؤتمر وهناك أيضا الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين وهناك المنظمات الغير حكومية المعنية بهذا الملف على هذا المؤتمر أن يقدم ما يجب أن يقدم فعلا لقطاع غزة وللمدنيين في قطاع غزة لحماية المدنيين لحماية الأطفال ويعني للحد من هذا التدهور الإنساني وفعلا لتطبيق ما تدعو إليه اليوم فرنسا وكل دول الغرب بتطبيق القانون الدولي الإنساني تأخرت فرنسا نوعا ما وتأخر الاتحاد الأوروبي لناحية حماية المدنيين في قطاع غزة بداية ولناحية طبعا إدانة ما تقوم به إسرائيل تجاه المدنيين في قطاع غزة ولكن هذه تبقى في إطار التمنيات اليوم الدعوة إلى مؤتمر إنساني وحتى لو كان من ضمن منتدى السلام يعتبر نوع من الحديث عن مثاليات مبالغ فيها قياسا بما يجري اليوم التجربة خلال الأيام القليلة الماضية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ شهر رأينا بأن المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر رفح وهو المعبر الوحيد الذي يدخل المساعدات الإنسانية لم تكن على القدر الكافي تغير سادة شيرين إذا سمحت لي تغير الموقف الفرنسي سادة شيرين هناك من يلحظ أن تغيرا في الموقف الفرنسي عقب الزيارة وعقب ما يجري الآن في القطاع وعدد الضحايا المتزايد وعدد الأطفال أو لا فقط هي سياسة فرنسا هكذا تغير الموقف الفرنسي لأسباب عدة تغير الموقف الفرنسي تجاه المدنيين في غزة على رغم بأن فرنسا على لسان الرئيس الفرنسي على لسان رئيسة الوزراء على لسان وزيرة الخارجية كاتخين كولونا يعدون التأكيد مرارا وتكرارا على حق إسرائيل بالدفاع عن النفس ولكن تغير بطبيعة الحال الموقف تجاه المدنيين في قطاع غزة لأسباب عدة بداية هذا الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن لفرنسا وللسلطة في فرنسا أن تستمر في غض النظر عنه هذا أولا هناك أيضا سورة فرنسا التي عادة ما كانت تلعب دور متوازي لناحية القضية الفلسطينية ولناحية دعم إسرائيل هناك أيضا حتى الرئيس الفرنسي الذي يريد أن يحافظ على التوازن بين القضية الفلسطينية وبين الموقف من الفلسطينيين من ناحية والإسرائيليين من ناحية أخرى هناك أيضا الداخل على صعيد الأحزاب السياسية والصراعات السياسية التي رأيناها والتي كانت هناك اتهامات متبادلة على صعيد اتهام حماس بأنها تنظيم إرهابي أو دعم إسرائيل هناك أيضا الشارع هذا الموقف تغير وبدليل اليوم هو المساعد التي يقوم بها الرئيس الفرنسي وبدليل اليوم ما قاله الرئيس الفرنسي أيضا حتى عندما التقى عندما زار إسرائيل عندما التقى محمود عباس عندما التقى الرئيس المصري وبالتالي اليوم يمكن أن نقول بأن هذه هي الخطوة نتمنى أن تنجح ولكنها الخطوة العملية الأولى باتجاه بلورة هذا الموقف الفرنسي الذي تغير وبالتالي إمكان الضغط للوصول إلى وقف إطلاق النار أو هدنة أو ما شبه هذا ما مقدرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إذا كان مقتنعا بما يعني يحصل الآن ويوصف بأنه تغير بالموقف الفرنسي بناء على المعطيات الجارية في قطاع غزة أن يؤثر كذلك على الموقف الأمريكي أو على الشركاء الأوروبيين من أجل أن تكون طريقة التعامل مختلفة مع قطاع غزة وما يجري الآن هذا هو السؤال اليوم ما مدى تأثير الرئيس الفرنسي وأيضا ما مدى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت فعلا واشنطن اليوم تريد أن تعطي هذا المكسب وتعطي هذا الإنجاز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا بداية نعرف اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية عفواً داهبة بدعم إسرائيل بشكل مطلق على رغم بعض اليوم التصريحات التي وردت منذ قليل بأنها لا تشجع يعني هناك اتصال بين نتنياهو وبايدن هناك أيضا لا تشجيع على الحصار الكامل لقطاع غزة والبسط السيطرة الأمنية ولكن السؤال اليوم هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بإنجاز هذا الملف وإهداءه للطرف الفرنسي اليوم هل ستسمح لفرنسا بالعودة للعب دور أكبر في منطقة الشرق الأوسط هل ستسمح لفرنسا اليوم أيضا بلعب دور على مستوى السلام أو عودة الحديث عن حل الدولتين اليوم كما تفضلت هل سيستطيع الرئيس الفرنسي نتمنى أو نراهن لنرى خلال أيام القليلة المقبلة أن كان من خلال منتدى السلام ولو أن الحديث عن السلام في الوقت الحالي مبكر جدا ولكن أيضا من خلال هذا المؤتمر الإنساني أن يستطيع الرئيس الفرنسي ولكن حتى أيضا الرئيس الفرنسي يواجه الدول الأوروبية الانقسام في داخل الكتلة الأوروبية كبير جدا موقف جوزيف بوريل يختلف عن موقف أرسولا فوندورلين هناك أيضا الطرف الألماني اليوم الذي لديه كتلة كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي يتعارض مع موقف الرئاسة الفرنسية ومع موقف فرنسا وأيضا على المدى المتوسط لا نرى بأنه سيكون هناك أي تغيير وبالتالي هل سيكون بداية فرنسا ستكون قادرة على صعيد أيضا هناك الداخل يعني هناك بعض الأطراف في الداخل الفرنسية التي تستشرس بالدفاع عن إسرائيل وبالتالي نتمنى أن يحمل هذا المؤتمر أي شيء عملي أكثر من الشعارات على صعيد حماية المدنيين في قطاع غيره نعم شكرا جزيلا لك من باريس الكاتبة الصحفية شيري الناصر شكرا جزيلا لكم